طيب تعالوا نروح لأخبرنا أخبرنا هبدأ من عند ديكاردو سوارش ديكاردو سوارش قال لبدر بنون إنهم أو في النادي الأهل يعني أبلغوني بغلق ملف رحي لك وبالتالي أنا محتاج الفترة اللي جاية تبقى أكثر تركيزا عشان تبدأ تخش في تشكيلة الفريق الأساسية خلال الفترة اللي جاية كان كلام كثير إن بدر بنون رايح قطري قطري والأمور دي توقفت في الفترة الحالية وبالتالي بدر بنون هينساجم أكتر وهيخش مع الفريق أكتر للفترة اللي جاية وهيبقى موجود في تشكيلة الفريق الأساسية ولاعب كبير ولاعب مهم طيب راجل ده ريكاردو سوارش من المدربين المحترمين عمل مبارح مباراة في منتهى الروعة قدام فيوتشر في منتهى الروعة تعالوا بقى نتكلم شوية عن سوارش عشان بس الناس مبارح هاي تقولك لا اوه هتحكم على سوارش وانا معاك اوه هتحكم على سوارش دلوقتي لا سلبا ولا ايجابا ولا ايجابا ولا سلبا ده يبقى كلام مش منطق يعني هو لو كان خسر مبارح أربعة زي اللي كسبهم على فيوتشر كنت أقولك برضو ما تحكمش عليه لما يجسب أربعة هقولك برضو ما تحكمش عليه بس في حاجة اسمها أمارات في حاجة اسمها أمارات احنا شفنا الأمارات مبارح شفنا كم أمارة كده شفنا كم حاجة مهمة كده سوارش عمل كم لقطة من اللي كان بيعملهم في البرتغال هتقول لي يا راجل لحقت ها هقولك لحقت بس ليس كرة مش صعبة الكرة مش حكاية الكرة مش أزمة هتقدر تشوف ده إزاي هقولك ايه رأيك في الضغط العالي اللي كان الاهل بيعملهم بارح على فيوتشر ايه رأيك في زمن استخلاص الكرة اللي الاهل كان بيعملهم بارح على فيوتشر وتحديداً في الشوت الأول هتقول لي يعني إيه زمن استخلاص الكرة هقولك يعني الكرة لما تبقى مع فيوتشر الأهل بيعرف ياخدها تاني في فترة عدة عدد السواني الأهل زمان كان الفريق اللي قدامه بيقعد مهما كان الفريق صغير أو كبير يقعد يتنقل الكرة والأهل ما بيخشش ياخد الكرة هو بيستناء بيقوله تعالي وانا هبقى أخدها وابني تاني لا الضغط العالي وهنشرحها النهاردة مع زماننا الضغط العالي يعني إيه ضغط عالي يعني المدفعين والعيب الوسط والمهاجمين بيخشوا على منطقة الخص يحاولوا يضغطوا عليهم عشان يخطفوا الكرة الضغط العالي ده لابد معاه يكون استخلاص سريع للكرة عشان لو ما استخلصتش الكرة بسرعة هيبقى عندك مفراضات فهك الأهل لما كان يبقى عليهم مفراضات كتير كان ده السبب إنك ما بتستخلص الكرة إنه يبقى عندك مشكلة إنك أصي يحب تضغط بس بتضغط غلط فإنبارح ضغط الأهل كان سليم إنبارح استخلاص الكرة كان سريع والأهم والأهم امسك في دي معايا طهر محمد طهر محمد مجدي أفشة حسام حسن كان مكشو على طهر محمد طهر إنبارح عشان يصب مبكرا بس المباراتين اللي قابليهم أو الثلاث المبارات اللي فاتوا طهر تحسن كثيرا كثيرا محمد مجدي أفشة من سباة عميق ولاعب قرب يختفي للاعب في منتهى الروعة مرة أخرى حسام حسن ما كانش موجود أصلا في قائمة النادي الأهل لكنه مش موجود حسام حسن بارح عمل مبارات كبيرة الراجل ده عمل إيه بسرعة لعب على الحتة المعنوية لعب على الحتة المعنوية بسرعة جدا أفشة انت لعب كبير حسام حسن أنا هستفيد منك الفترة اللي جاية طهر محمد طهر كنت أسمع عنك كلام كتير وروني فاللعيبة معنويا تحسنت فنيا تحسنت الأهل من بعد مباراة الجونة خد كم يوم كده راحة فرقوا معاه بدنيا في المباراة مباراة أمام فيوتشار فالأمور كلها تزبطت هل ده سيدي معناه النسوارش ده المدرب الخيالي العظيم اللي هيخلي الأهلي أعظم نادي في العالم ويلعب في دورة أبطال أوروبا ما بقولكش كده بقولك انه عنده أمارات حلوة زي ما الناحية التانية جوزولدو بريرا تحديدا أو حرفيا بيعمل المستحيل مع الزمالك هتقول لي يعني المستحيل هقولك قايمة تقريبا فضية ما فيهاش غير التشكيلة اللي بتشوفها في الملعب روح جاب مجموعة شباب ودهم السكة وخلاهم يقدوا مباريات كبيرة جدا اللاعبين اللي كانوا عماني يفكروا في عقودهم ومشاكلها بقى أهمهم الأول دلوقتي انه هم يلعبوا مش عقودهم فخل أو أكبر اللاعبين انه هم يركزوا أعاد محمد عواد للتشكيلة الأساسية وفرق مع معنوين عشان يتقلق محمد عواد في مبارات أمس وفي المباريات الماضية والزمالك وهو في نص الموسم تحس كده نشترى أربع أو خمس لعيبة جداد لما طلع شبابه الرائعين والشباب دي عملت شغل عالي مش عشان بس هم موهوبين عشان معاهم مدرب كبير بيديهم الثقة وبيديهم بعض الحاجات الأساسيات المهمة في الكرة تخليهم لعيبة كبيرة فشفتهم لعيبة كبيرة أنا بصراحة سعيد بمستوى الأهلي وسعيد بمستوى الزمالك سعيد بمستوى المدربين وفرحان بمدرب منتخب مصر كل ده كل ده بس الشيء بالشيء يسكر يا جماعة يا ناس يا محترمة يا كبيرة يا مصقفة يا متعلمة مين بنقادم في العالم حتى لو بيحب فريق تاني يفكر أنه ينزل يفوت له ليه يعني مين قالك أن أنا أحب النادي اللي أنا بحبه أي نادي أكتر من نفسي أكتر من شغلي حط نفسك مكان أي حد أنت راجل أهلاوي أو زمالكاوي ونازل تلعب قدام الأهلي أو الزمالك عشان أنت بتحب الأهلي أو الزمالك هتحب أنك تخسر قدامهم طب وإنت أنت مش مشكلة أكيد أنت بتحب نفسك وأكيد بتحب نجاحك فلا مدرب هيفكر في التفويت ولا لاعب هيفكر في التفويت حتى لو بيعشق تراب النادي اللي بيلعب أصحاده ده مستحيل يا جماعة الكلام ده كلام ينفع نقوله من 20-30 سنة وكان هيبقى كلام فارغ برضو بس دلوقتي ما ينفعش يعني عيب يعني عيب قوي أنا مش متخيل أصلا أنا دلوقتي مضطلع أناقش أناقش حاجة زي دي يعني إزاي بس أنا نقشتها عشان اتفاجئت أنه لأ ده فيه ناس كبيرة ومفروض أنها عقلة ومفروض أنها متعلمة ومضطلعة بتتكلم في الأمور دي إزاي يعني إزاي يعني إزاي ده حديدا يعني ولا كابتن علي ماهر أكيد يعني راجل بيحب شغله بيكتهد وعمل أداء رائع وكسب الأهلي قبل كده هو بيضرب الأسوط اللي هو كان قبلها قبل ما يبقى اسمه بيرامد كسب الأهلي وفريق كمان الأسوط كان لسه فريق صغير وكسب الأهلي بفوتلوش وكان في الكاس على ما أتذكر و النحية التانية يقول لك إصلاح أحمد علي ضيع ضربة الجزاعة كان بلعب في الزمالك أجمع فيه كلام ده يعني أنا أحمد علي بقاله كم سنة أصلا ساب الزمالك كابتن علي ماهر ده بقاله كم سنة معتزم من الأهلي سجل كم مرة أحمد علي بعد ما ساب الزمالك في الزمالك وكابتن علي ماهر كسب الأهلي كم مرة خلاص بقى كفايانة كلام مش منطقي ومش طبيعي مش طبيعي يعني مستحيل أنت عارف أنا لو شفت الفرقة كلها بتدخل الجوال في نفسها يعني لو شفت فيوتشر أو المقاولين راحوا جابوا جوال في نفسهم مش هقول تفويد هقول مش قصدين برضه شوف بقولك إيه لو راحوا جابوا الجوال في نفسهم هقول مش قصدين عشان أكيد دول عندهم طموح العابين دي عدوا طموح المدير الفني عنده طموح طموح في مركز طموح في نجاح في الدوري طموح في السبيب بتاعي كل ده سيء يعني منفكر كده يعني ده كان الشيء بالشيء يسكن طيب الأهلي وعد لعبي الفريق بالإفراج عن مستحقاتهم المالية لو أو جزء من المستحقات المالية لو فازوا على بيرامدز في المباراة القادمة وعدهم كمان بمكافأة خاصة في حالة الفوز على الزمالك في نهاية كاس مصر تعرفين أن الأهلي كان وقف مستحقات اللاعبين بعد النتيجة أو بعد التعادل مع الجونة وحس أنه فيه كان استهتار من بعض اللاعبين كمان الأهلي عرفكد طاهر محمد طاهر لمدة شهر بسبب التمزق في العضلة الخلفية ومحمد هاني كمان هيغيب عن الأهلي عشر أيام بسبب إصابة في العضلة الأمامية دي بالنسبة ليه محمد هاني وبالنسبة ليه طاهر محمد طاهر ولكن حسين الشحات هيسافر خارج مصر غالباً بداية الأسبوع المقبل والأقرب هيكون السفر ليه قطر عشان يجري جراحة وظروف الرجبة إصابات بتيجي كده دائماً بتيجي بلق كده وبالجملة في الأهلي لازم إصابات يجيب الجملة في الأهلي